على شروفات الأمل نرحب بكم في حصتكم الاجتماعية أرشديني سعداء بتلقي مكالمتكم الهاتفية واسئلتكم والإجابة عنها والسعي للحد من مشاكلكم الاجتماعية ننتقل وإيك مباشرة إلى أول مكالمة هاتفية ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام أخي مرحبا أخي الأستاذة طبح النور أستاذة يوحى من فضلك محتاج بعض مصائح الأرشادات تغلب على المشكلة اللي عندي اللي راني فيه يوميا تفضل أخي أستاذة نظراً الظروف العامة اللي نخدم فيها دائماً تحت الضغط لطبيعة المنصب اللي راني فيه نعم وهذا رهو يأثر سلباً على حياة العائلية الخاصة نعم يأثر عليها بزاف يعني أصبحت عصابي الضغط عصابي جداً الضغط عصابي كبير من قوة الضغط هذا كما يقولوا بالعامية تعنا نتعمر نتعمر وكي ندخل للدار الضغط ليكون فيها نخرجه كامل في الزوجة التاعي ولأتشه الأسباب نقول لي نعيض نصبح ونصارحك أستاذة الزوجة التاعي والله العظيم ما عنده أعلى أنا وحدين نتقلق نتقلق وعيت من هذا الوضع نترجعك أستاذة أرشدني باش نخلص نفعله نفسي وننحي هذا المشكل اللي راني فيه أكيد أخي شكراً على اتصالك رح تسمع الإجابة من خلال الحصة شكراً على الحصة نشكركم كثير لأنه يتعاون بزيزنا في حياتهم اليومية شكراً جزيلاً على هذه الثقة وهذا التحفيز شكراً جزيلاً يومك سعيد الأخ المتصل رح يتكلم على مشكله العصبية والإنفعالية زائدة وقال أستاذة هذا كله جراء ضغط العمل نحن دائماً ننصح خاصة يعني إخواتنا وأخواتنا يعني العاملين ونتكلم الآن على الرجل الرجل اللي هو يعني عنده بيته وعنده داره وليداته مثل أخ المتصل وقال لك أستاذة أنا أقوم بإسقاط كل يعني ضغط نفسي وكل تلك العصبية أقوم بإسقاطها في زوجتي عفواً رغم أنها تعاملوني بطريقة يعني لائقة وما كانش مشكل بيناتنا نحن نقول دائماً أن الإنسان في حياته عنده حياته المهنية وحياته الشخصية والأسرية اللي هي كذلك من الأولويات إذن نحن المشكل أنه كثير من إخواننا أو حتى يعني النسوة العاملات لا يفرقان بين الحياة المهنية والحياة الأسرية يعني هذا العمل هذا المنظمة لك تعمل فيها هذه المؤسسة هي الفضاء اللي تقوم به وتأدي فيه بواجباتك لكن عليك أي واحد عامل عليه أن يتسم بسيمات أنا أقول هذا السيمات خليه إيجابي وهو يقوم بعمله مثلاً تروح الصبح رايح الصبح سأقوم بآداء مهمتي نروح بدافعية مرتفعة نروح إيجابي نروح كذلك عندي طاقة أني أعمل إحنا للأسف الشديد هناك من يبرمج نفسه برمجة سلبية نرينايح نعمل راني تعبان مانيش قادر عندي مشكل العمل كل تلك البرمجة الخاطئة اللي تبرمجوا عن تومن نفسكم قبل ما تروحوا لأداء مهامكم وآداء عاملكم في أي وظيفة كانت رح يخلي أداءكم الوظيفي كذلك يتأثر ورح يخلي حالتكم النفسية تتأثر لأنه هي كل متكامل دافعية الفرد لآداء مهامه بعدها تكون النتيجة آداء وظيفي عالي هذا الاداء الوظيفي العالي رح يكون كذلك عنده رطفع إيجابي على مخرجات هذه المنظمة أو المؤسسة لك تعمل فيها أول شي تطلب دائماً الدافعية المرتفعة وإنت أخي الفاضل لتخلي دافعيتك مرتفعة عندما تنظم وقتك داخل مكان العمل عندما تكون علاقات اجتماعية بين زملائك عندما تعتمد على الاتصال الفعال والناجع مع الزملاء وكذلك مع رئيس المنظمة لك تعمل بها عندما تكون علاقات المهنية وفيها جانب من العلاقة الإنسانية يعني الكثير من العمالة والموظفين يقول لك أن نذهب للعمل يعني لدي العمل فقط يقعد هذا الحيز مغلق إذا هو المهام المهني مثمنية حتى دوام العمل مثمنية حتى للربعة ونصف وهو نقول أنه منغلق على نفسه مركز فقط على العمل لكن لكي نشعر بتلك الروح المعنوية الجماعية داخل المؤسسة اللي نعمل بها علينا أن نكول تلك العلاقات الإنسانية مع العلاقات المهنية موجودة معناها أنت تروح المكان العمل وأنت تشعر أن هذه المؤسسة هي عائلتك الثانية وبالتالي حتى إذا كان عليك الضغط بسبب منصب العمل اللي راك أنت تعمل فيه كمسؤول كذلك مسؤول مباشر أو تعمل في المجال التقني يعني كل الصعوبة رايحة أنت تتغلب عليها إذا كنت تشعر أنك في حيز العمل دافعيتك مرتفعة عندك علاقات إنسانية مع زملائك هناك التواصل الناجئ أو الفعال تذهب للمكان العمل وأنت سعيد وبالتالي أخي الفاضل نصيحتي الثانية بعد ما انصحتك كيف تتعامل دخل مؤسسة اللي راك فيها نصيحتي الثانية أن الأسرة كذلك هي من الأولويات لا يجب علينا إسقاط مشاكلنا وضغوطنا النفسية في الزوجة وفي الأبناء خلاص خرجت من المكان العمل الآن راك رايح لأسرتك راك رايح تقوم بدورك كأب كزوج الآن شوف أنه ذهابي كذلك إلى البيت هو نوع من تفريغ تلك الضغوط النفسية والعيش في استقرار تتحك مع وليداتك تتكلم مع زوجتك تعيش كأب كزوج مستقر داخل أسرتك إذن في نهاية التدخل هذا راح نوجه رسالة لكل العمال والموظفين عبر كل المؤسسات سواء اقتصادية أو خدمتية أنه انت لازم تكون عندك دافعية عالية للعمل لازم تكون علاقات إنسانية لازم تعتمد على التواصل الناجع والفعال داخل المؤسسة لك تعمل فيها هذا كله راح يأثر إيجابا على نفسيتك على أدائك الوظيفي وحتى على الخدمات اللي تقدمها المنظمة اللي انت موجود فيها ونزيد نقول أنه الكثيرات والكثيرين يقول لك راني رايح للخدمة يشعر أنه لا هو رايح المكان فيه عقوبات مكان فيه ضغط كل هذه البرمجة الخاطئة تخليكم راح يتضروا نفسكم وكذلك راح تخلي الآداء في المنظمة يكون آداء ضعيف ما يضمن نهاش الاستمرارية وما يضمن نهاش التطور الآن نتوجه مباشرة إلى رسالة متصل اللي قال أستاذة أنا أعاني أعاني من إحباط يعني دوما ننهض الصبح وأنا أشعر بإحباط رغم أنه لدي كل الظروف يعني المعيشية الحمد لله راني في وسط السرتي مريح كما قال لي أني نقول رسالته كما قالها بأسلوبه أستاذة ما خصني والو لكن أشعر بالإحباط أحنا نقول للأخ الفاضل المتصل من وهران نقول له أنه هذا الإحباط أنت اللي راك مبرمج نفسك أنك محبط لهذا دائما هذا الحالة الإحباط تزيد في نقوله تزيد في حدتها وكذلك تتغلب عليك إذا أنت خليتها دائما تتطور لكن عليك أن تحد من حالة الإحباط بممارسة نشاطات اللي فيها راح عليك ممارسة الرياضة زيارة العائلة كذلك حتى الفضاءات دائما نقوله أنه الإنسان عندما يخلج الفضاء فيه إخضرار أو يرحي نسيم البحر إلى أخيره رايح يخرج تلك الطاقة السلبية اللي رايح يحس بها الداخل اللي رايح يتغلب عليه كذلك في رسالة المتصل قال أستاذة أنا قليل التواصل يعني أنا من نوع اللي بالعامية كلش في قلبي أنا نقول الإنسان بطبعه كائن اجتماعي هذا الاتصال جد ضروري لكي يعيش الإنسان حياة مستقرة لكي يشعر بالارتياح والتوازن النفسي عليه أن يتواصل أول شيء مع المحيط الأسري لهي أول بيئة يجد الفرد نفسه فيها ثم يتواصل مع الأصدقاء مع الزملاء مع الأقارب لا نستطيع أن نعيش بمعزل على الآخرين حتى لو توفرت لدينا كل الظروف والشروط المادية الملائمة لكن الاتصال هو نوع من الاحتياج يعني الضروري مثل ما نحتاج إلى مأكل مشرب ملبس وهي تسمى بالحاجيات البيولوجية حسب تدرج الحاجات لهارولد أبراهام ماسلو في نظريته يعني الإنسان يحتاج إلى أول شيء المأكلة الملبسة المشرب ثم إلى الأمن النفسي ثم إلى العلاقات الاجتماعية التقدير وتحقيق الذات يعني كل هذه الحاجيات لن نستطيع أن نتجاهل واحدة إذن أقول أن أخي تحتاج إلى تكوين علاقات اجتماعية تحتاج إلى الشعور بالانتماء الداخل الجماعة تحتاج كذلك إلى تقدير ذاتك وبالتالي ستشعر بالاستقرار النفسي إذن وفي الأخير شكرا جزيلا لكل متتبعين الأوفياء الشكر كذلك لكل رسائل التحفيزية التي تصلنا وفي الأخير تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي إلى موعد لاحق إن شاء الله